مرحبا برج العقرب أهلا بكم والرسالة العامة المختصر قراءتكم الطاقة قاعدتين اليوم أن أنت ما تقدر تختار بدل شريكك لأن شريكك يرفض الاختيار شريكك يرفض أن يحط حدود بينه لعلاقتكم وبينهني الطرف الثالث مصر أن يرضي جميع الأطراف مصر أن يعيش في حالة مساومة ولكن وضعك اللي قاعد أحسه الوضع ما يتحمل مساومة ما يتحمل أني أرضي شريكي وفي نفس الوقت أرضي الطرف الثالث اللي ممكن هو يكون أحد من الأصدقاء من الأهل والد والدة أخ أخت حتى صديق صديقة أي أحد يكون هنا موجود في محيطكم إذا بتلاحظ عندنا غير عن طاقة التارو عندنا ثلاث كرتات كل كرت حق كل طرف من الطاقة الحيوانية لاحظ عندنا هني شريكك طلع عنده حيوان أسطوري سي سيربنت أوكي أفعى البحر هذا الحيوان الأسطوري الكبير وموجود على أرض الواقع ولكن موجود في الفلكور عندنا هني شريكك سوري الطرف الثالث عنده الأفعى مقاربة جدا لصورة السي سيربنت الأفعى حتى طريقة الإنغلاق طريقة يأتون من نفس الأسرة يأتون من نفس البيئة شريكك وهذا الشخص من نفس البيئة من نفس البيت من نفس الأسرة وجهين لعملة واحدة على نفس متفقين على نفس الأسس صعب جدا أن تخلق بينهم اختلاف ويد من تفقين هذلين الشخصين الطاقة العامة هني لكرتك أو لقراءتك عقلية الضحية عقلية خصوصا هني طلع عندك كذا كرت في خمسة فهذا طاقة الافتقار طاقة اللي ما عندي ساعدني هذه طاقة الطرف الثالث ما عندي ساعدني أنا ضعيف أنا أحتاج اهتمام أنا أحتاج اتحل مشاكلي أنا أحتاج اتساعدني ماديا أحتاجك تكون موجود في حياتي طاقة الحاجة إيه هي اللي قاعدة تجر شريكك إيه هي اللي قاعدة تحفز شريكك إنه يكون دائما أخوة الحامي والمحامي عن الطرف الثالث من ناحية طاقة الحيوان شريكك أقوى من الطرف الثالث يقدر يصنع القرار يقدر إن الموضوع يحله يقدر إنه يطلعكم من الخلاف ولكن عند قناعة ليش إنه عندكم إحني شخص وإن كان الطاقة صغيرة بيج وإن كان ما شا يقول لك هاي النوعية من الأشخاص اللي احنا نشوفهم من بعيد لو كان جسديا بيكون مثلا حجمه صغير صوته صوته ناعم أو صوتها ناعم حتى نشوفهم من بعيد نقوله هذين أطفال ما يمثلون تهديد ولكن فعلا أهما ماسترز مبدعين في طاقة التخفي والتلاعب عن طريق إنه يساوون نفسهم هما ما يمثلون تهديد هني يتلاعبون عن طريق ساوون نفسهم إنهما محتاجين وطايحين في ورطة هني يتلاعبون الصوت مالهم خفيف الصوت الادحاء صوت الحاجة هني قاعد يهيني صوت الحاجة اللي يستعملونه يخلي هني شريكك خصوصا لو كان عندنا طاقة الأبراج الهوائية وطاقة برج الحمل جدا واضحة عندنا طاقة أبراج نارية أسد حمل قوس عندنا الأبراج الهوائية جوزاء دلو ميزان أنا أستبعد الأبراج الهوائية أنه بالعادة هم قادرين يحكمون عقلهم وعواطفهم بعيدة عنهم لما نتعامل مع الأبراج الهوائية أهم اللي عندهم صعوبة أن يقاومون لما أحد يطلب منهم المساعدة هذه طبيعة الأبراج الهوائية طبيعة الأفعال المساعدة أنه نحن نهب إلى المساعدة الشجاعة عندنا الأسد كارت القوة هذا اللي لازم تفهمه رح أنتقل الحين إلى جانبك أنت من القصة عندك الأخطبوط الأخطبوط هني كأنما أحس طاقة الأعمى الأعمى يمكن على كثر الإبداع اللي عندك نشوف هني رأس الأخطبوط مليء بالألوان على كثر الإبداع اللي عندك والحيل اللي رح تبتكرها وتجربها والأدوية من أجل أن تتخلص من هذا الشخص هذا الشخص ما ينفع يكون موجود حتى لو بشكل سطحي في حياتكم أنت عارف هالشي أنت عارف أحسي هني برج العقرب قاعد بينه وبين نفسه ويقول هذا الشخص يجب التخلص منه حتى لو كان موجود بشكل خفيف ما يصلح أنصاف الحلول ما تصلح ولكن كثرت أيدي الأخطبوط تعني لي مع أنك يا برج العقرب ماستر أو الفيكس سايند للأبراج المائية جدا ذكي أذكاهم وأكثرهم قدرة على حل المشاكل ولكن سبحان الله هاي المشكلة اللي لحد الآن ما طلع لها حل هاي المشكلة هذا الشيء هذا الشخص اللي على مر الزمان أنا شوفهني تاريخ طويل حاولت أتخلص منه ولكن دائما يوجد طريقة جديدة يدخل فيها حياة الشريك شوف ذكي جدا وخبيث وإن كان يمثل أنه هو ضعيف وقليل الحلة يدخل حياتك هو غرضة مو دخول حياة الشريك حتى غرضة أن يأثر عليك سلبا عندك أنه ما طاقة العداء أو يبي ينتقم منك يبي يأثر عليك يقدر يتمكن منك عن طريق أنه يتمكن من شريكك يعرف أن هذا الشيء يستفزك يعرف أنه هذا الشيء يأثر عليك ولكن ما عندنية للتنازل أوكي جربت ورح تظل تجرب أكثر من طريقة عندك خمسة الخماسيات ثلاثة الأكواب ملك الأخصان أو ملك النار مرة ثانية هذي طاقة الأبراج النارية اللي قاعد أشوفه هني يبرج العقرب أن هذا شخص أنت في السابق كنت تعتبره صديق في السابق كنت تسمح لأنه يكون موجود حولك وحول الشريك دائما في التارو تاخذون القراءة وتغيرونها باللي ناصب وضعكم مع الشريك بعثكم لحد الآن ما مروا بهالمرحلة بعثكم الحين قاعدين يمرون فيها بعثكم في المستقبل رح يمر فيها صيروا أذكياء بحيث أن تنقلون أو تشكلون في القراءة نفسها على حسب وضعكم أو كيفي ناص ممكن تشوفون القراءة يقولون أنا مريت بهالشي من ستة شهور من سنة فهني اللي قاعد أشوف أن هذا شخص مو غريب عليك مو يطرق الباب أول مرة لا شخص عزمت عندك كان فيه احتكاك اجتماعي قوي بينكم في السابق بينك وبين الشريك ومع أسره ومع أصدقاء مجتمعين وكنت شخص تعطيه الأمن والأمان وثقت فيه ما كنت معتبرة تهديد بقولك ليش لأنه سهل لما احنا نتمكن في مرحلة من المراحل أو حتى يمكن في المستقبل رح يكون عندك جدا سيطرة قوية على الوضع على الشريك رح يتيك فترة ومسيطرة وسيطرة تامة فهني رح يصير عندك نوع من ما بقولك غرور من تحس بالأمان أن هذا الشخص مو تهديد وقف فترة بسيطة تريد تكتشف أنه لا هو فعلا تهديد يمثل تهديد للعلاقة يمثل تهديد مو بس العلاقة لاستقرارك مع شريكك أوكي خمسة الخماسيات دائما اللعبة الأغنية العزوفة اللي يقدمها هذا الشخص هذا الإنسان الغير ناضج أحس ويد عنده طاقة عدم نضر دائما أنا محتاج أنا ساعدوني أنا ما أعرف شلون الإجراءات ما عندي أموال خمسة الخماسيات طاقة المحتاجة والمشرد ما عندي أموال عندي مصاعب في الدراسة يمكن يكون أنا أتكلم هنا مع شخص من برج العقرب أحد من أهل شريكة قاعد يسوي هذه اللعبة أحد من أبناءه قاعد يسوي هاي اللعبة أحد من يمكن أبناء من زواج سابق أوكي في طاقة هنا الحاجة ويوم من الأيام أنت يمكن حتى فكرت أنه فعلا إنسان محتاج فسمحت لشريكك أنه يساعده ولكن ما راح يطول الموضوع قبل ما تكتشف أنه لأ ما هي إلا نفس الأغنية نفس الإعزوفة عشان يتمكن لأنه عندك هنا بقول لك بدخل في طاقة شريكك السي سيربن عندك شخص أنت تعامل مع شخص ما يحب يرد طلب لأحد كريم خصوصا في العطاء خصوصا في الوقفة خصوصا في المساعدات الإنسانية عندنا كرت الإمبراطور أوكي برج الحمل خصوصا في المساعدات الإنسانية ما يحب أنه يشوف شخص محتاج وما يساعده من أهم الخطوط الحمر عنده في حياته أن تشوف شخص محتاجه وما يساعده قلبه جدا يمكن هو خارجيا جاف ولكن قلبه جدا طيب ثلاثة السيوف والسيفين هنا عندنا طاقة الإبراج الهوائية شريك في الفترة القادمة رح يكون بين نارين نار علاقتك والمستقبل اللي يجمعك معه ونار محاولة إرضاء ومساعدة الطرف الثالث هي تبتدي محاولة مساعدة تنتهي يصير فيه لاتشينج التصاق هذا خلاص يلصق نفسه بشريكك يبتدي يتعود ويعود أنه دائما يتصل فيه دائما يسأل عنه دائما يكون موجود في حياته خلاص طفيلي أكثر طاقة في كل القراءات العلاقات أكثر طاقة ما عجبتني هي طاقة هذا الطرف الثالث اللي طلع عندكم أنتو في القراءة لأن تخيل شنو مستوى الحية بمستوى السي سيربنت السي سيربنت اللي هو تقريبا حجم مثل الدناصور ولكن يكون عبارة عن ثعبان وفي البحر حيوان أسطوري الحجم ما يقارن أصغر منه سنًا هذا الشخص إذا ما كنت تعرفه فهو شخص أصغر سنًا من شريكك تخيل مستوى البيج الغصن الصغير إلى مستوى الامبراطور يعني حتى مو ملك امبراطور أصغر منه سنًا من أخوان الصغار دائما يسوي نفسًا أنه محتاج إلى مساعدته أقل منه خبره عنده أطفال عنده حاجات أوقف معاي ساعدني يا شريك برج العقرب وبرج العقرب أحسي هني عندك نوع من الاستياء مضطر أنك أنك تراقب من بعيد وفي أشياء بما أنه عندنا هني الغشاوة في طاقة السفن في أشياء شريكك يعرف أن المفروض ما يسويها ولكن قاعد يسويها مع هذا الشخص قاعد يساعده قاعد يعطيه وقت قاعد يعطيه مساحة وفي نفس الوقت ما قاعد يخبرك كل الحقيقة يخبرك جزء من الحقيقة فقط عنده الطرف الثالث Page of Wands Strength كانت برج الأسد ولكن ما حسن أنه من برج الأسد يمكن وإذا كان من برج الأسد رح يكون من الأشخاص اللي الـ ما لهم جدا واطي إنسان ما عنده تقدير لذاته لأن أي شخص عنده تقدير لذاته ما راح يسوي هاي النوع من التصرفات يمد يده شوف عندي مشكلة معاه لأنه مو بس يمد يده في وقت الحاجة يعتبر نفسي عقل فترة إنه لأ حقية على حياتك وحياة شريكك دائما ما واضح في إبداء الرأي رأي أوكي خمسة السيوف خمسة مقابل خمسة في نفس الموقع تقريبا عندك وعند الطرف الثالث عندك وعند الخصم وشريكك هاي إذا بتشوف طلع على السيفين محتار بينك وبينه أحسنه في الفترة القادمة ما راح يكون في حل أوكي ما راح يكون في تطور كبير لأن شريكك وهو اللي مختار هذي طاقتها مختياري طاقتها إنه يكون في النص يرضيك يرضيك ويرضي ساعة عندك وساعة عنده ساعة يتقرب منك وبعدين رجي يبتعد عنك وروح للطرف الثالث ممكن يكون حتى أخ مثلا مو شرط يعني خيانة لا ممكن يكون أخ أخت أوكي أحد من الأهل بس بقولك شي على كثر ما أن شريكك هنا عنده حيوان قوي ولكن عاطفيا ضعيف عشان تذيقهم مجتمعين مع بعض عاطفيا ضعيف ما يقدر إنه يكون ناضج بما فيه الكفاية عشان يفهم لما يكون في أحد يستوعب إنه في أحد قاعد يستغل ويستغل العلاقة ويستغل طاقة أنا محتاج عشان ساعدوني لأن أول ما الطرف الثالث أول ما يستقوي رح يفرد عضلاته عليك وعليه أول ضربة هاي طاقة لقاعدة تيني أول ضربة رح تكون فراسك يمكن هذا الشي أورادي صار والحين جزء من الماضي يمكن بيك قريبا أول ضربة أول كلام كلام سيء أول معاير أول الاحتقال رح يكون تجاهك صدام مباشر بينك ولكن بعدين خصوصا إذا خليتهم على راحتهم وابتعد عنهم بتشوف أن هذا رح يفتر على هذا هذا رح يبتدي حاول ياكل هذا هذا رح يبتدي ينسى أفضال شريكك عليه ويحاول أنه في لحظة شدي لحظة طائشة لأن هذا شخص طاقة طائشة في لحظة طائشة رح تشوف أنه ينسى بعلاقتكم الشريك أو رح يضحي رح ينسى أفضال عليه أوكي ويتصرف على كيف وهني صدام ينصدم شريكك لأنه عند ثلاثة السيوف ينكسر قلبه يصدم بقرار بتصرف جدا كبير الاحتقال في البداية رح يكون موجه لك أنت فقط عشان يبعدكم عشان أول مرحلة هي مرحلة فرق تسد ثاني مرحلة مرحلة أعظ اليد اللي أكلتني من هي يد يد شريكك هني عندنا شنو اللي تقدر تسوي صراحة يا برج العقرب ما عندك الكثير من الخيارات في الفترة القادمة خصوصا لما يكون شريكك مقرر أن يظل في هذه الدوامة في هاي اللعبة في هاي الدائرة ما عندن أن يخرج يمكن رح يبتدي يخرج لما تيها الضربة اللي قاعد أحسن من الطاقة أن هاي النوع من الضربات ما تقدر تجنب شريكك هذا الموقف لأنه مختار أن يساعد أهم مختار أن يخلي الباب يعطي الأمان وخلي الباب مفتوح أمامه أمام هذا الطرف أوكي الطرف الثالث آخر نقطة بذكرها عنه عند كارت القوة برج الأسد بالنسبة له هذا الموضوع ليس سباق ماراثون دائما هاي حتى لو كلمت حتى لو واجهت حتى لو تصادمت معا خمسة مقابل خمسة حتى لو وقفت أشخاص وحكمتهم وخليتهم يقررون من الصح ومن الغلط وإحنا نقول ما رح يختشي ما رح يختشي أنا عندك كارت المقاومة القصوى برج الأسد الماراثون نفسه جدا رح يكون طويل حتى لو تعب اختفى أسبوعين رح تعظ فيلها شون الأفعة قاعدة تعظ فيلها انقضاض تام انقضاض تام على الفريسة عدم ما عنده يظهر أي نية بالانسحاب أو بالتراجع ما تقدر تسوي شيء في الفترة القادمة إلا أنك تأمل للأفضل تحاول توعي شريكك باسلوب هادئ لأن هذا طائش فأنت تكون هادئ في النهاية تستوعب أن كل شخص قرار بيذا إذا هذا الشخص شريكك قرر أن يفتح للمجال إلا ما تأتيه نوع من الضربة أو الصفعة تقدر تحمي نفسك أنت من الصفعة وإن كانت أتتك صفعات في السابق إيه بس ما تقدر تحمي شريكك بشكل مباشر عزيزي برج العقرب هذي كان